إن التقارب بين إيزو وعلي الذي تحسنت علاقتهما بعد الحادث يمنح علي الأمل مرة أخرى سيضع الآن حدا لصمته طوال هذه السنوات لكن عدوا آخر ينتظر عند الباب سيقلب كل شيء رأسا على عقب أصبحت حياة إيزو وحريته الآن في خطر تشعر كافيدا بالعجز أكثر فأكثر وتخيفها قوة إيزو الخارجة عن السيطرة أثناء محاولته الوقوف بقوة وصلابة يرتكب خطأا خطأ كاد أن يكلفه حياته إيزو الذي أضعفه وتوقع أن يستسلم يظهر أمام الجميع أقوى هذه المرة الآن يتم توزيع البطاقات مرة أخرى إيزو وآخرون سحر التي تم الكشف عن علاقتها مع بكير لم يعد لديها ما تخشاه لأنه يعتقد أن إيزو أحرق القصر يحاول إثبات ذنب إيزو ويجد ثغرة في النهاية من خلال التعاون مع القائد السلجوقي حصل على أدلة ستدين إيزو رسميا لكن إيزو لا يعرف الخوف بشكل غريب لأن هذه العملية الصعبة برمتها أدت إلى تقوية إيزو بدلا من إضعافه وهو مستعد لدفع الثمن إذا لزم الأمر حياة إيزو بين يدي هارون تحول نرمين ذلك إلى فرصة عظيمة لكن لا يقع كافدا ولا علي في هذا الفخ يجدون طريقة لإظهار وجه هارون ونرمين الحقيقي لإيزو وإزالة الثنائي تماما من حياتهم صراعات ومعارك ومواجهات وشهوة للانتقام الجميع اختاروا جانبهم والسيوف مسلولة وبينما يستمر التحقيق في حريق القصر لا يستطيع إيزو تبرئة نفسه في محكمة الضمير داخله إنها ابنة والدتها وليست ابنة رسول وهي مستعدة لدفع ثمن ما فعلته بينما تكافح جته كافدا حتى لا تفقده يبدأ هارون ونرمين العمل ويبدأن في جذب إيزو إلى جانبهما إيزو الذي يقاتل من أجل أحلامه لديه شيئين يجب أن يتمسك بهما في هذه الحياة ذكرياته وما تركه له من أمه أي حفنة من الآمال ومع ذلك كل ما كان لديه أخذته عائلته المتهدة فجأة إيزو لديه طريقتان فإما أن يستسلم أو يقاتل اختار القتال حتى الموت سحر التي تم الكشف عن علاقتها مع بكير لم يعد لديها ما تخشاه لأنه يعتقد أن إيزو أحرق القصر يحاول إثبات ذنب إيزو ويجد ثغرة في النهاية من خلال التعاون مع القائد السلجوقي حصل على أدلة ستدين إيزو رسميا لكن إيزو لا يعرف الخوف بشكل غريب لأن هذه العملية الصعبة برمتها أدت إلى تقوية إيزو بدلا من إضعافه وهو مستعد لدفع الثمن إذا لزم الأمر حياة إيزو بين يدي هارون تحول نرمين ذلك إلى فرصة عظيمة لكن لا يقع كافدا ولا علي في هذا الفخ يجدون طريقة لإظهار وجه هارون ونرمين الحقيقي لإيزو وإزالة الثنائي تماما من حياتهم صراعات ومعارك ومواجهات وشهوة للانتقام الجميع اختاروا جانبهم والسيوف مسلولة وبينما يستمر التحقيق في حريق القصر لا يستطيع إيزو تبرئة نفسه في محكمة الضمير داخله إنها ابنة والدتها وليست ابنة رسول وهي مستعدة لدفع ثمن ما فعلته بينما تكافح جدته كافدا حتى لا تفقده يبدأ هارون ونرمين العمل ويبدأن في جذب إيزو إلى جانبهما إيزو الذي يقاتل من أجل أحلامه لديه شيئين يجب أن يتمسك بهما في هذه الحياة ذكرياته وما تركه له من أمه أي حفنة من الآمال ومع ذلك كل ما كان لديه أخذته عائلته المطهدة فجأة إيزو لديه طريقتان فإما أن يستسلم أو يقاتل اختار القتال حتى الموت سحر التي تم الكشف عن علاقتها مع بكير لم يعد لديها ما تخشاه لأنه يعتقد أن إيزو أحرق القصر يحاول إثبات ذنب إيزو ويجد ثغرة في النهاية من خلال التعاون مع القائد السلجوقي حصل على أدلة ستدين إيزو رسميا لكن إيزو لا يعرف الخوف بشكل غريب لأن هذه العملية الصعبة برمتها أدت إلى تقوية إيزو بدلا من إضعافه وهو مستعد لدفع الثمن إذا لزم الأمر حياة إيزو بين يدي هارون تحول نرمين ذلك إلى فرصة عظيمة لكن لا يقع كافدا ولا علي في هذا الفخ يجدون طريقة لإظهار وجه هارون ونرمين الحقيقي لإيزو وإزالة الثنائي تماما من حياتهم صراعات ومعارك ومواجهات وشهوة للانتقام الجميع اختاروا جانبهم والسيوف مسلولة وبينما يستمر التحقيق في حريق القصر لا يستطيع إيزو تبرئة نفسه في محكمة الضمير داخله إنها ابنة والدتها وليست ابنة رسول وهي مستعدة لدفع ثمن ما فعلته بينما تكافح جته كافدا حتى لا تفقده يبدأ هارون ونرمين العمل ويبدأن في جذب إيزو إلى جانبهما إيزو الذي يقاتل من أجل أحلامه لديه شيئين يجب أن يتمسك بهما في هذه الحياة ذكرياته وما تركه له من أمه أي حفنة من الآمال ومع ذلك كل ما كان لديه أخذته عائلته المتهدة فجأة إيزو لديه طريقتان فإما أن يستسلم أو يقاتل اختار القتال حتى الموت سحر التي تم الكشف عن علاقتها مع بكير لم يعد لديها ما تخشاه لأنه يعتقد أن إيزو أحرق القصر يحاول إثبات ذنب إيزو ويجد ثغرة في النهاية من خلال التعاون مع القائد السلجوقي حصل على أدلة ستدين إيزو رسميا لكن إيزو لا يعرف الخوف بشكل غريب لأن هذه العملية الصعبة برمتها أدت إلى تقوية إيزو بدلا من إضعافه وهو مستعد لدفع الثمن إذا لزم الأمر حياة إيزو بين يدي هارون تحول نرمين ذلك إلى فرصة عظيمة لكن لا يقع كافدا ولا علي في هذا الفخ يجدون طريقة لإظهار وجه هارون ونرمين الحقيقي لإيزو وإزالة الثنائي تماما من حياتهم صراعات ومعارك ومواجهات وشهوة للانتقام الجميع اختاروا جانبهم والسيوف مسلولة وبينما يستمر التحقيق في حريق القصر لا يستطيع إيزو تبرئة نفسه في محكمة الضمير داخله إنها ابنة والدتها وليست ابنة رسول وهي مستعدة لدفع ثمن ما فعلته بينما تكافح جته كافدا حتى لا تفقده يبدأ هارون ونرمين العمل ويبدأن في جذب إيزو إلى جانبهما إيزو الذي يقاتل من أجل أحلامه لديه شيئين يجب أن يتمسك بهما في هذه الحياة ذكرياته وما تركه له من أمه